موسيقى امام سراميكا سراميكا اخد المركز الرابع دم المنطقة حسين الشحات ممكن تزديدها يا ولد يا ولد يا ولد حط وحدة ايه مدفع شمعها حسين الشحات جون جميل جميل منتهى الجمال والروعة جول 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 الاهلوية في اول 3-4 دقائق ما بيرحموش هدف لحسين الشحات حط وحدة في مقتل محمد بسام لو قعد 3-4 دقائق ما يقدرش يعملها حاجة هدف التقدم للنادي الاهلي واول اهداف موصل 2023 قاد التمرير الخطأ اللي استغلها كويس اوي الشحات هيسأل بشكل كبير احمد رمضان بيكم بعد التمرير اللي عملها وخد حسين الشحات وقرار بالتزديد من خارج المنطقة في المقص الشمال لمرمى محمد بسام 1-0 الشحات يفتتح التسجيل يدوبة وكده محمد الشناوي دي الكورة اللي غلط فيها بيكم واستغلها حسين الشحات ولعب واحدة مدفع شمعها في الشبكة لبسام بلغة الكورة بقى فيه لغة كده لازم تتكلم زي لغة الجماهير ولغة المدرجات الكورة لعبة شعبية ولعبة بسيطة كل بيحب ان هو يتمتع يتمتع بالاجوان والاداء وحسين الشحات قدامنا واحد من السجل الموسم اللي فات اربعة جوان لحسين الشحات في 2023-2024 ودي اول اهداف النادي الاهلي بيفتتح الموسم وراع على طول على الجهاز الفن الكبتل محمد رمضان المدير الرياضي ومدير الكورة واحد من نجوم النادي الاهل محمد رمضان ومنتخبنا عاوز تطلع زلاكة محمود زلاكة عد اوفاة زلاكة خطير جوه المنطقة يوه على الارض انما يقول كم من العب محمود بسيوني احمد رمضان بيكهم يزبطها تاني قام زلاكة هنشوف لسه بيتكلم بسيونة هوت هنشوف اده ايه هنشوف اده ايه بسيوني الشكل كده رايح بسيوني يراجع الكورة معه واكرم توفي اللعبة هي والحدوتة من اولها رجل اكرم وطرئيسة زلاكة وبسيوني قدام الشاشة واحنا ملناش كلام حتى لو احنا عارفين القرار رغم ان عادي جدا لو كورة باينة وواضحة نقدر نتكلم نما سيب القرارات والتحليل التحكيمي لحكامنا الكبار هيد ايه اده راكل الجزاء راكل الجزاء ليستراميكا كبير فيه لقاء القطبين الكابرين للاهلي والزمالك القرى اللي اعادت للنادي الاهلي البطولة كاس الصوبر المحلي وبالحاج لعب المغرب الكبير قادي بالحاج يحطاه يا ولد يا لعيم يا ولد يا لعيم يا بالحاج جول 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 حطاه حلو قوي فيه شباك النادي الاهلي وراح الشناه الناحية التانية وحطاه له على يمينه منتهى الجمال والروعة لسراميكا كيلوباترة التعادل واحد واحد قلت لحضراتكم صدام قوي وشرس بين النادي الاهلي اللي بدأ رحلة الدفاع عن اللقب مع انطلاق المسابقة اتقدم في ديئة تالت حسين الشحات وزلاكة ياخد راكل الجزاء يسجل منها احمد بالحاد حطاه حلو قوي الولد احمد بالحاد عشان يتعدل لفرقيته قلت واحد من القوى القروية الكبيرة فريق سراميكا بعد زوره في الدوري اربع مواسم وياخد بتلطين كاس ربطة الاندية المحترفة مع مدربه ايمن الرمادي اللي موجود النهاردة ديئة 48 وضربة حرة للنادي الاهلي وسام يلعبها يا ولد يا ولد يا لعيب بالتخصص وسام أبو علي برجله يسجل بدماغه يسجل باي حطة يسجل هدف تاني للنادي الاهلي رغم ان النادي الاهلي مش في افضل حالاته ولكن وسام أبو علي بالتخصص يسجل قدام سراميكا كيلوباترا لسه بقول والفاول بيتلعب سجل الموسم اللي فات ضربة حرة من هدفين سجلهم والنهاردة بيحضر بتالت اهدافه عشان يتساوى مع محمد مجد افشا كهدفين للقاءات ومواجهات الفريقين غيرت اتجاه الكرة ورح بسام ادي الحائط البشري اللي عمله بسام ولكن خبطت كده في ظهر الزلاكة هنشوفها تاني ادي اللعبة بتاعة وسام وفعلا زلاكة غيرت الكرة اتجاهها ولمست ايد بسام ويبقى التقدم اهلاوي عن طريق وسام أبو علي ادي اللعبة وادي ظهر الزلاكة وادي ايد بسام وادي الهدف التاني للاهلاوية في مواجهة اليوم وفرحة دكة البودلاء الديئة 48 تشهد والناحية التانية السيراميكا بدأ ببسام رجب نبيل احمد رمضان بيكهم نشوف بداية الشوت وبعدين نكمل التشكيلة تمريرة للامام عند طاهر لما حلوة او طاهر محمد طاهر عرضاه خطيرة جول 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 طاهر محمد طاهر ووسام أبو علي مش ممكن وسام ده خطير شرير في الثمانتاشر عرضية ايه وحلاوة ايه ورقصية وسام أبو علي مش ممكن الاهلي باقل باقل قدرات النهاردة النادي الاهلي بيتقدم 3 واحد امام نادي سيراميكا كيلو باترة اللي خجئنا بعرض كبير قوي ولكن التقدم من نصيب النادي الاهلي اول ايه؟ اول ديئة من بداية الشوت التانية هيبقى اصرع واحد من اصرع الاهداف مع الداية بقى الخمسة واربعين ديئة تانية قادل بداية هو بتلت تمريرات يحرقوها عند طاهر محمد طاهر وترئيص الرجل اللام حلو قوي وعرضية بلسم بلسم عند وسام أبو علي على طول يسجل منها الهدف ايه التالي يبقى جونيه لوسام أبو علي بداية الديئة ستة واربعين وهدف مع الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوت الاول كأن وسام أبو علي الرجل ايه؟ سجل وهو خارج من الملعب بين الشوتين وجي من غرف الملابس بيجيب الجوني التاني مشكلة مشكلة كبيرة وسام لسيراميكا اربع لمروان تقدم للأمام ده مسكة فاضية على جنبه عندها أكرم توفيق يمشيها أكرم لأفشة نقل نفسه كويس أفشة وراح في المكان الفاضي إمام ينادي على وسام يسيبها له حسين 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 ايه يا ابن الجمال ده؟ حسين الشحات اتنين ووسام اتنين والأهلي قلت شوت تاني غير 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 قادي كولر وفرحة اللجوان الدقيقة ستين والأهلي في أقل من خمستاشر دقيقة يرفع النتيجة بالجنين اللي جابهم وسام أبو علي واحسين الشحات ليه ربعية أربعة واحد في مباراة للنادي الأهلي خمستاشر دقيقة هم الأفضل ليه وترجمهم بجنين وقلنا وهو في أقل حالاته الفنية اتقدم الشوت الأول اتنين واحد وعلى طول قادي إمام عشور تمريرة حلوة تمريرة إيه حبتة بسبوسة عوض إمام كده اللعبة اللي جات في العرضة وحطاها لحسين قال له روح سجل يا حسين والرجل ما كدبش خبر حسين الشحات لما بيكون تمانين في المية من حالته الفنية يخد لك ويرعب أي دفاع أربعة واحد للنادي الأهلي اللي في اعتقادي إن الأداء ده هو اللي يرضي جماهيره قادي الجون وادي التمريرة وادي حسين الشحات أربعة للنادي الأهلي قادي كلها للرجل زي ما يكون بقول لهم شفتوا الكلام اللي أنا قلته بين الشوتين والفرحة باينة على الجهاز الفني في لقاء صعب لقاء صعب النهاردة النتائج الأخيرة يدماغوا لطاهر محمد طاهر اللي جي في العمك دلوقتي رجب نبيل عمل التخطية الدفاعية إنما طاهر تلاتة على اتنين تلاتة على اتنين طاهر يلعب لوسام بيبص وسام الناحية التانية إنما رجعه عدله بربع العيبة يا سلام يا وسام مش ممكن هنشوف طاهر 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 الجون الخامس للنادي الأهلي النتيجة الأكبر في تاريخ المواجهات طاهر محمد طاهر إنما تمرير توسام الأهل الشوت التاني بقول له حضراتكم مضش تاني شكل تاني عدنا الكلمة كتير لأن اللي كان بيتابع من الأول قلت التعليمات الجديدة بين الشوتين هنشوف كولر اللي تفوق خلال الوقت اللي احنا لعبناه تقريبا 25 دقيقة من الشوت التاني قاد اللعبة بدايتها والتمرير لوسام اللي تقل واستمع الكرة بصوا صحح وضعيته طاهر محمد طاهر عشان التسلل إنما هنشوف كده باسيوني قاد اللعبة بتتعاد إمام عشور الأول هو اللي بدأ القرار الهجومي راجب نابين ردها بشكل سيء جابها طاهر محمد طاهر وهو اللي ابتدى مع وسام أبو علي قاد اللعبة من جديد إنما لسه كل ده سعد سمير بيشاور إن طاهر متسلل إنما حطاها وغمزها طاهر محمد طاهر عشان يشارك في الخماسية النهاردة اللي سجل منها وسام جنين واحسين الشحات هدفين قاد اللعبة تاني بتاعت وسام أبو علي والغاية دلوقتي بسيوني كل ديء عادة للجون هل بيرجع بسيوني إنما خلاص خد قراره أمام عشور مروان عطية مروان الهجم المرتد ده عاوز يبدأ مروان عطية إنما بودي يدخل ويشيل من القلب محمد عادر يحرك الكرة هناك لإسلام إسلام عاوز يعمل عرضية خطيرة الجون التاني عن طريق كندوسي إنما في راية في راية هنشوف في تسلل لسه هنقول جون لكندوسي إنما راية وتسلل آد أحمى كندوسي قدامنا أربع تجوان سجلوهم سيراميكا خلال مواجهاتهم أمام النادي الآل في الدوري منهم جنين لحمى كندوسي كتير الأندية بتنكوب نار لعبتها الأدام لما يكون فيه مواجهات مباشرة بعد كده إنزار طبعا هو أحمد رمضان بيكهم وفي اعتقاده يبقى كندوسي كمان خد إنزار هو مجاش في الكاد جناح في الجابهة اليسرى هل بيراجع اللعبة حسبها جون حسب الكرة بتاعة كندوسي جون حسبها جون سبع تجوان في لقاء النهاردة آد أحمد كندوسي قدامنا والعرضية ترجمة نانسي قنقر